الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدعاء على الظالم مشروع قال الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على الظلم الذين يشقون على أمته بالظلم والإرهاق والعنت فروا مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به وروا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ويمكنك مطلق الدعاء مثل أن تقول اللهم عليك بمن ظلمني اللهم اشغله بنفسه ونجيني من شر ونحو ذلك كما يمكنك الدعاء بما ورد في بعض النصوص مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وأفضل الأوقات للدعاء على وجه العموم هي جوف الليل والثلث الأخير من الليل ودبر الصلوات الخمس وفي السجود خاصة حيث ورد الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد هذا والله تعالى أعلم